استقبل صاحب السمو الشيخ محمد من زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي نجيرفان برزاني رئيس اقليم كردستان العراق الشقيق وتناول اللقاء الذي جرى في قصر الشاطفة ابو ظبي مختلف اوجه العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة واقليم كردستان خاصة وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل الهيان مستشار الشؤون الخاصة في دوان الرئاسة ومعالي علي بن حمد الشامسي الامين العام للمجلس الاعلى للامن الوطنية